شرت شموس الهدي بالكلمات فأنارت الأفهم بالآيات أسرج بنور العلم عقلا نيرا وافتح من الألباب كل جهاتي فالكنز علمك حين تنفقه زكاة والمال لا يزكو بلا نفقاتي بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضاتي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعينا إلى يوم الدين كان كلامنا فيما مضى يدور حول السبب الكامن وراء غيبة الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجح وكيف يمكن تفسير هذه الغيبة وقلنا أن هذا السؤال لا يختص بغيبة الإمام المهدي بل يعوم غيبة كثير من الأنبياء والأولياء فلماذا غاب نبي الله موسى أربعين ليلة ولماذا غاب نبي الله المسيح ابن مريم حوالي ألف عام ولماذا غاب ذنون في بطن الحوت أربعين يوما ولماذا غاب أهل الكهف ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعة مضت هناك ثلاثة إجابات على هذا السؤال أما في هذه الليلة فنطرح الإجابة الرابعة بإذن الله سبحانه وتعالى وهذه الإجابة ذكرها بعض مراجع التقليد الماضين قبل حوالي ثلاثين عاما وفي هذه الليلة نحاول أن نوضح هذه الإجابة كإجابة محتملة على هذا السؤال وهذه الإجابة هي أن غيبة الإمام صلوات الله وسلامه عليه من عواملها ومن أسبابها تهيئ الأجواء الأجواء العامة لنجاح الحركة أولاً ومقدمة ينبغي أن نعرف أن النجاح على نحوين النحو الأول النحو الأول نجاح بمنطق المعادلات الغيبية والنحو الثاني النجاح النجاح بمنطق المعادلات المعدية أما النجاح بمنطق المعادلات الغيبية فهو مضمون للحركة الإلهية على كل تقدير الحركة الإلهية لا يمكن أن يتطرق إليها الفشل أبداً كل عمل نعمله لأجل الله هذا العمل لا يمكن أن يعرض عليه الفشل الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم إحدى الحسنيين الانتصار حسن والشهادة في سبيل الله حسن أيضاً فإذن المؤمن المجاهد بين إحدى الحسنيين عمر قال لعلي أمير المؤمنين صلوات الله عليه عمر عمر ابن ود أما خاف ابن عمك حيث بعثك إلي أن أضربك برمح هذا فأدعك شائلاً بين السماء والأرض لا أنت حي ولا أنت ميت فقال أمير المؤمنين صلوات الله عليه كما في البحار لقد علم ابن عمي أنك إن قتلتني فأنا في الجنة وأنت في النار وإن قتلتك فأنت في النار وأنا في الجنة فقال عمر ابن ود كلتاهما لك يا علي تلك إذن قسمة ضيزة المؤمن إذا كان حاكماً على كل الكرة الأرضية فهذا نجاح وإذا كان مبعضاً تحت سنابك الخيول فهذا نجاح أيضاً ما دام في خط الله إذن الحركة الإلهية بمنطق المعادلات الغيبية لا يتطرق إليها الفشل أبداً ولذلك المؤمن الحقيقي ينبغي أن يعرف أن كل ما يعمله لله ولعجل الله مهما كانت النتائج فهو ناجح على كل تقدير هذا هو النجاح بمنطق المعادلات الغيبية ولكن هناك نجاح آخر وهو النجاح بمنطق المعادلات المادية النجاح الظاهري المقصود في العنوان هو هذا المعنى الثاني للنجاح للمعنى الأول تهيئ الأجواء العامة لنجاح الحركة يعني النجاح المادي مضافاً إلى النجاح الغيبي بعد هذه المقدمة نطرح هذا السؤال هل حركة النبي أو الوصي أو الولي تحتاج إلى وجود أجواء توفر لها النجاح بمنطق المعادلات المادية أو الولي النبي يقوم بالحركة مهما كانت النتائج لا يهمنا النتيجة وإنما يهمنا أداء الوظيفة أي كثيراً ما نقول هذه الكلمة إحنا ما علينا بالنتيجة إحنا علينا بالوظيفة هل النبي أو الوصي أو الولي يحتاج إلى تهيئ الأجواء العامة لضمان نجاح حركته الإلهية الشيء اللي يبدو في الإجابة على هذا السؤال أن هذا يرتبط بطبيعة المهمة التي أنيطت بالنبي أو الولي ما هي المهمة التي أنيطت به إذا المهمة التي أنيطت بهذا النبي أو الولي إقامة الحجة فقط نبي يأتي لألا يكون للناس على الله حجة إقامة الحجة لا تحتاج إلى تهيئ الأجواء العامة للنجاح بمنطق المعادلات المادي الحجة تتوم بإبلاغ الدعوة أما ما هي النتيجة النتيجة الظاهرية غير مهم إذا كانت كانت المهمة التي أنيطت بالنبي أو بالولي أن يقوم بعملية تضحوية تهز وجدان الأمة وتوقظ الأمة من نومها العميق إذا كانت هذه هي الوظيفة في هذه الحالة لا يحتاج إلى تهيئ الأجواء العام الولي يقوم بهذه العملية التضحوية مهما كانت النتائج النتيجة كانت إقامة الدولة أو النتيجة كانت هي الشهادة ولكن تققوا في هذه النقطة إذا كانت المهمة التي أنيطت بالولي هي إقامة دولة العدل التي تم الكرة الأرضية كلها وتبقى إلى ما شاء الله إذا الولي أنيطت به هذه المهمة إقامة دولة العدل في كل الكرة الأرضية القيام بهذه المهمة ألا يحتاج إلى تهيئة أجواء عام للنجاح في هذا الهدف أكو هناك بديل عن تهيئ الأجواء العامة الجواب الجواب نعم أكو هناك بديل وهذا البديل هو تحكيم منطق القوة يعني منطق منطق الفرض منطق الفرض إذا لأجواء العامة مو مهي منطق الفرض نتيجته الطبيعية هي الرافض الفرض هناك قاعدتان القاعدة الأولى أن الفرض لا يكون دائما إذا شيء إلى طبيعة معينة وجاء هناك عامل خارجي ضغط عليه خلاف طبيعته هذا الضغط لا يكون دائما ما دام هذا العامل القاسر القاهر موجود تعوقه عن حركتها الطبيعية بمجرد ما يرتفع الضغط الشيء يعود إلى حالته الأولى بل العلماء يقولون في الحكمة أن القاسر لا يكون أغلبيا ويمثلون بمثال معروف لذلك أنتوا أخذوا حجر طبيعة هذا الحجر الإنشداد إلى الأسفل الجاذبية تجذب أنتوا بالقوة وبالضغط ارموا هذا الحجر إلى الأعلى الحجر الحجر في عمق الزمن الزغط لا دائم ولا يكون أكثريا كما يقوله العلماء أنتوا إذا فرضتوا شيء فرضتوا نظام على مجتمع لا يريد ذلك النظام مو مقتنع بذلك النظام المجتمع يقاوم رأينا تجارب كثيرة في التاريخ المجتمع يقاوم وبمختلف أنواع المقاومة هذا من جانب من جانب ثاني انتوا تريدون أن تقيم دولة العادل القمة فئة محدودة كيف تقيم دولة العادل ودولة الحق إذا تسبح في بحر من الأمة غير المهيئة نفرض أن هذه الدولة دولة دامت وبقيت الحاكم الأعلى متقي إلى أبعد الحدود هناك عشرة أعوان إلى عشرين ثلاثين مئة معاون إلى هؤلاء قمة في التقوى والإخلاص والأخلاق ولكن الدولة دائما كما يقول العلماء مؤسسة صغيرة في بحر إذا كل الموظفين مو مهيئين إذا جميع الوزراء مو مهيئين إذا جميع المدراء مو مهيئين الذي في الدوائر من هو هذا اللي يريد أن يمشي معاملات المواطنين إذا هذا رجل مو مهيئ يظلم الإمام الصادق صلوات الله عليه كما في التواريخ لماذا رفض الحكم الآن أنتوا في دولة كافرة يقول لكم تعالوا صير الحاكم الأعلى لهذه الدولة الكافرة الوزراء كلهم كفار المدراء كلهم كفار الموظفون كلهم كفار شنو تتمكنون تعملون في هذه الدولة الإمام الصادق صلوات الله عليه ظاهرا أبو سلم الخلال بعث مكتوب للإمام الصادق هذه الدولة العباسية تعال أن تكون قائدا لها نفرض أن الإمام الصادق صلوات الله عليه صار قائد للدولة العباسية في دولة في دولة كل وزرائها كل مدرائها كل موظفيها هؤلاء الجواب الإمام قال هذا هو الجواب أئمة أهل البيت صلوات الله عليهم كان بإمكانهم في بعض المراحل التاريخية أن يحكموا ولكن الإمام الصادق صلوات الله عليه رفض أن يكون حاكما لأن الحكم مهدف في حد ذاته أن تكون حاكما لأن إذا صار حاكم يعني بدل فردا بفرد النظام يبقى كما هو الإمام الرضا صلوات الله عليه عندما أجبر على ولاية العهد الشرط أن لا يتدخل في أي أمر من الأمور لعله لأنه في مثل هذا النظام في نظام المأمون ما يتمكن واحد يشتغل محاصر واحد ولذلك لابد أن تكون الأجواء العام مهيئة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجح هو الذي يحقق الحلم الذي كانت تحلم به جميع الرسالات الإلهية إقامة دولة العهد تحقيق تحقيق هذا الهدف يحتاج إلى تهيئ آه يحتاج البشرية تصل إلى درجة تقبل هذا الحكوم فالإجابة الرابعة إذن تهيئ الأجواء العامة لنجاح الحركة الإلهية النجاح بمعناه الثاني مضافا إلى النجاح بمعناه الأول ننتقل إلى نقطة ثانية في هذا البحث وهذه النقطة كيف تتهيئ الأجواء العامة حتى يظهر الإمام صلوات الله عليه لا بد أن تكون الأجواء العامة مهيئة كيف تتهيئ الأجواء العامة الجواب على ذلك في كلمة واحدة لعلها تمثل الجواب ولعلها تمثل جانبا من الجواب الجواب الشعور بالظهر الضعف والعجز والانقطاع هذا مقدمة للتهيئ العام أنا أمثل لكم مثالين مثال فردي على صعيد فرد ومثال على صعيد أم المثال المثال الفردي إحنا إحنا ومثل والاعتماد على قوته وقدرته وطاقته ولكن شيئا فشيئا الله سبحانه وتعالى جعل الحياة بشكل اللي تصفع هذا الشاب كلما تقدم به العمار وإذا بالظعف والعاجز الضعف من الأول موجود الضعف الفقر موجود ولكن المشكلة أن الفرد لا يشعر بهذا الضعف وبهذا العجز وإلا أولياء الله سبحانه وتعالى من البداية يشعرون بالضعف والفقر ولذلك عدهم خالة انقطاع إلى الله سبحانه وتعالى في أيام شبابه ولكن الطابع العام المشكلة مشكلة في الشعور والإدراك وإلا البشر ما أضعفه وما أفقره ما يشعر هذا الشاب يحتاج إلى صفح أكو بعض الأفراد في حالة النوم ما ينتبهون لابد أن يصفعوا حتى ينتبهوا وإذا بالأمراض وإذا بالمشاكل الاجتماعية وإذا بالمعوقات التي تلم به من كل جانب هذا داع يقاوم هذا الشاب يشوف مشكلة يقاوم أيضا يوقع في مرض يقاوم أيضا ولكن شيئا فشأن شوية شوية يبدأ باليقضى شوية شوية يفتح عينه إلى أن يصل إلى منتهى درجات الضعف شايفين بعض الشياء حتى أكل ما يتمكن يقول حتى حركة ما يتمكن يتحرك حتى عينه ما يتمكن يفتحه في بعض الأحيان حتى هذا التنفس هذا التنفس الذي لا نشعر بقيمته حتى التنفس ما يتمكن يتنفس يحتاج إلى جهاز يسلط عليه و يضخ الهواء إلى رأته واحد عندما أحيانا يروح للمستشفى يشوف أمثال هؤلاء يشوف مستقبل أيضا هذا هو المستقبل إلا إذا واحد يموت فجأة وإلا المسيرة الطبيعية أنه واحد يروح إلى الضاعف إلى الضاعف إلى أن يصل إلى منتهى الدرجات ليش الله سبحانه وتعالى سلط هذه الحالة علينا نحن البشر حتى نشعر بضعف هذه من نعم الله علينا طبعا الأفراد يختلفون بعض الأحيان الأفراد بسرعة ينتبهون بعض الأحيان الأفراد ببطء ينتبهون وقد لا ينتبهون إلى النهاي واحد يشعر أنه ضعيف واحد يشعر أنه عاجز في الأدعية أكو الفات عجيب اقرأ الأدعية بهذا المنظار الفات إلى أنك أيها البشر ضعيف إلى أبعد الحدود في الأدعية المختلفة عبد ضعيف فقير بائس مسكين مستكين لا يملك لنفسه نفعا ولا ضر ولا موتا ولا حياة ولا نشور حتى نفع من نتمكن ننفع عن فسنا في الأدعية تركيز على هذا المعنى الضعف البشر الإنسان عندما يشعر بالضعف يلتج إلى الله سبحانه وتعالى بعد ما يعتمد على حول وقوته وإنما يبرأ من حوله وقوته ويلجأ إلى حول الله وقوته هذه الكلمة التي نقولها لا حول ولا قوة إلا بالله يعني كل شيء ما نملك هذا تركيز بهذا المعنى حول يعني تحول من حال إلى حال أنتوا قاعدين تردون تقومون ما يمكن ما يمكن إلا بالله هذه قدرة الله هاي إرادة الله سبحانه وتعالى اللي أعطت لكم هذه القوة وهذه الإرادة لا حول التحول والقوة التي وراء هذا التحول إلا بالله هناك هناك في تلك اللحظات يشعر بالضعف والفاقر والفاقر ويلتج إلى الله سبحانه وتعالى هذا الشعور مهم جدا هذا الشعور يهيئ الأرضية حتى الرحمة الإلهية تنزل على هذا الإنسان في الحديث شيوخ خشع أو ركع الشيوخ الخشع أو الركع لهم أهمية معينة واحد كان يقول في قضية فرعون أكو قضية الخطباء الكرام حفظهم الله ينقلونها كان يقول فرعون راح إلى الله سبحانه وتعالى يا الله النيل توقف أو جاف من الليل إلى الصباح فرعون ذهب إلى الصحراء ووضع الأغلال في عنقه ويديه ويبكي ويتضرع إلى الله سبحانه وتعالى واحد كان يعلق كان يقول ماذا يمكن جاي باتش دايبتش فقير جاي عدكم طفلكم جاي عدكم دايبتش فسنفرض أن هذا الطفل مسيء بس الآن دايبتش جاي عدكم ماذا تفعلون أمام البكاء بكاء طفلكم هذا هو مثال على صعيد الفرد المثال الثاني على صعيد الأمة أمة الله سبحانه وتعالى كتب عليها العظام ما اعتنوا بنبيهم الآن كم عام هذا النبي بلغ وأنذر ما فادوا إياه النبي تركهم وخرج طلع هذا النبي وجاءهم وجاءهم العذاب في الحديث حتى وصل العذاب إلى أيديهم يعني هالشكل العذاب إجا قريب هذا العذاب الذي أنذرهم به النبي نبه ركضوا راحوا إلى عالمهم ذلك العالم يقال له روبيل ماذا نفعل عالمهم إذا صح التعبير راحوا إلى الصحراء تضرعوا إلى الله سبحانه الأمهات يبكين الأطفال يبكون البهائم الصغار تبكي أو تتضرع الله سبحانه وتعالى رحم ضعفه وعجزه الله سبحانه وتعالى يقول فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين الله سبحانه وتعالى رحم ضعفهم بعد أن التجأوا إليه وكشف عنهم العذاب ومتعهم إلى حين البشر إلى حالة غرور يشعر أنه لا يحتاج ما يحتاج عندما لا يشعر بالاحتياج طبيب هذا الفارد مريض يحتاج إلى الدواء ولكن هذا المريض لا يشعر بحاجته إلى الدواء هذا المرض يستفحل 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 إلى أن يوصل إلى مرحلة يشعر أنه لا بديل له إلا الرجوع إلى هذا الطبيب هنا بعد أي شيء يقوله الطبيب يعمله هذا المريض أولئك القوم روبيل علمهم قال نادوا الله سبحانه وتعالى ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين نحن ننتهي البشرية إذا وصلت إلى هذا الشعور إلى هذه المرحلة البشرية في يوم من الأيام كانت تعيش غرور الشيوعية الشيوعية إجاد بإعلامها لعل الكبار منكم عايشوا الفترة الشيوعية بإعلامها وقوتها وقنابلها الذرية اللي يمكن أن تدمر الكرة الأرضية كمر هذا هو الملاذ وهذا هو الملجأ مو فقط في بلاد الغرب حتى في بلادنا كم مليون كم مئة مليون راحوا وراء هذا السراب الكاذب بعد ثمانين عام وإذا ينكشف الزيف الآن الشيوعية اللي كان إله ذلك الدوي أي بريق مال انحسرت الشيوعية انتهت الشيوعية إذا واحد يقول أنا الشيوعي ينظر إليه بامتهان راح بعد ما الآن من اللي خلف خلفته الشيوعية الرأسمالية الرأسمالية بشعاراتها وقوتها وقوتها هذه القوة التي ربما لم تتح في التاريخ لقوة أخرى شعاراتها البراقش لون شعارات حتى خدعت بعض شبابنا من بعيد عندما يشوفون هذه الشعارات الحرية الديمقراطية المريض لا يريد يراجع الطبيب ماذا تفعلون به المريض لا يشعر بالحاجة إلى المراجعة إلى هذا الطبيب الطبيب يجب يفرض عليه يجبره في هذه الآية مال سورة يونس الله سبحانه وتعالى في الآية التالية بعد الآية الأولى فلولا كانت قرية آمنت الله سبحانه وتعالى يقول أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمني ما يمكن الإكراح سنة الله لم تقم على الإكراح ولكن شوية شوية دا ينكش أن الرأس مالية أيضا سراء هناك حديث هناك حديث هذا الحديث مروي في كتاب غيبة النعماني الغيبة للنعماني صفحة 274 عن الإمام الصادق صلوات الله عليه أحد الأئمة الذين أكثروا الحديث حول الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الإمام الصادق صلوات الله عليه يقول ما يكون هذا الأمر يعني قيام الإمام المهدي صلوات الله عليه حتى لا يبقى صنف من الناس إلا وقد ولوا على الناس الكل يحكم كل الأصناف الشيوعيون حكموا البعثيون حكموا الرأسماليون حكموا الديمقراطيون حكموا القوميون حكموا لأن بريق أكوه بعد هذا المجتمع ما يشعر بالحاجة الحاجة موجودة ولكنه لا يشعر بالحاجة حتى إحنا في بحوثنا العلمية في عملنا نشعر بالحاجة إحنا كل يوم عندما نفتح الكتاب ونقرأ نشعر بالحاجة أو لا بعد هو هذه اكتفينا بها عندما نخوض الميدان نشعر بالحاجة وظيفة وظيفة واحد يجب أن يعمل ولكن الشعور بالحاجة شعور بالحاجة يعني شنو الشعور بالحاجة يعني أنا أمثل لكم إذا واحد ابن في غرفة الإنعاش الآباء يفهمون ماذا أقول الأمهات يفهمن ما أقول ابنه في غرفة الإنعاش دا يموت بين الحياة والموت في حالة غيبوبة هذا الأب وهذه الأم أي حالة عده بالليل ما يتمكن يناه يروح إلى جمكران يروح إلى حرام السيد المعصوم يدعو يتضرع نصف الليل يقوم يصلي صلاة الليل لأن يشعر بالحاجة يشعر بالخطار إحنا هل ندعو للإمام المهدي صلوات الله عليه كما ندعو لولدنا بهذا المقدار هل ندعو للإمام المهدي كما ندعو لحاجة من حاجاتنا الدنيوية الصغيرة هذا يدل على ماذا تعال لقلق ألفاظ واحد يقوله غير تلك الألفاظ الذي يقولها الإنسان في حالة الخطار ما أدري أنتوا راكبين في البحار في وقت السفينة كانت معرضة للخطار السفينة دا تغرق ما هي الحالة حال ركاب هذه السفينة على قول الإمام صلوات الله عليه حيث لا سباحة تغنيك ولا سفينة تنجيك بعد ماكو أمال شلون حال الإنسان في تلك اللحظات كيف هو حالته شلون انقطاع إلى الله سبحانه وتعالى هذه حالة الإضطرار ما أعلم منه منكم كان في منا في عام الحريق عندما صار حريق منا الحريق اشتعل في المخيمات وهذه قنينات الغاز أخذت تنفجر وتتطاير في الهواء وتروح وتحرق خيم أخرى النار إلى الرعب عجيب كما أن الماء له رعب عجيب أنا كنت في ذلك العام في منا النار إجا تلتهم الخيام وفر الحجاج بعضهم إلى الجبل وبعضهم راحوا في طريق الخيام كثير منهم احترقوا فوق الجبل احنا صعدنا فوق الجبل كنا نشوف الخيام دا تحترق وشفنا خيمتنا دا تحترق لأن كان لها علامة مميزة دعاء دعاء تضرر يا الله اغفر لنا يا الله اخطأنا يا الله من عود ما أدري إذا واحد مصور تلك الحالة حالة الإنسان في تلك اللحظات هذا هو التضرر فلولا إذ جاءهم بعسنا تضرعوا احنا كأفراد ما أقول كلنا ما وصلنا إلى هذه الحالة هذا يدل على أنه لا نشعر بالاحتياج البشرية ككل بعدها ولو الآن دا تتململ هاي الأنظمة الوضعية لم تقدم لهذه البشرية إلا الدمار يوم على يوم هذا الدمار دا يزداد ولكن بعد البشر بشكل عام ما دا يشعر بالحاجة بعد عند أمل في غير الله سبحانه وتعالى الإمام يقول ما يكون هذا الأمر حتى لا يبقى صنف من الناس إلا وقد ولوه لو ولو على الناس حتى لا يقول لقائل إنا لو ولينا لعدلنا إحنا نظامنا فكرتنا دولتنا لا الوظيفة شيء آخر أنا ما أقول واحد ليه يدرس ليه يعمل عمله لكن قلبه ليكن مشدود أن هذا هو الشيء ذاك فيها الفرج اللي إحنا لو كنا نحكم ماذا صنعنا حولنا الدنيا إلى جنة لا تفضلوا حكمتوا حولتوا الدنيا إلى جنة لو ما حولتوا الشيوعيون حكموا البعثيون حكموا القوميون حكموا الديمقراطيون حكموا الرأسماليون حكموا بعد شباب نعدهم أمل في هذه الأنظمة ثم يقوم الإمام المهدي صلى الله عليه بلفظه الآخر الذي يقام لأجله بالحق والعاد بعد الكل تعبوا بعد الكل يشعرون ما عدهم أمل هاي الأنظمة الوضعية دمرته حطمته الآن هذا النظام العالمي شوفوا الآن في كم بقعة من العالم قاتل تدمير هذا أي فشل لهذا النظام العالمي الآن كم نقطة ملتهبة أكو في العالم هذا ميدل على فشل هذا النظام العالمي الذي يبشرون به وإلى أين المسيرة تصل الكوارث اللي دا يصبوها على البشرية إحنا منعلم شنو خبأ لنا القدر هي هذه الأنظمة الحاكمة في رواية هذه الرواية مذكورة في كمال الدين المجلد الثاني صفحة ستمية وخمسة وخمسين سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول قدام المهدي صلوات الله عليه بلفظه الآخر قدام المهدي موتتان موت أحمر وموت أبيع هذا النظام العالمي دا يجر البشرية كلها كل البشرية واتقوا فتنة لا تصيب أن الذين ظلموا منكم خاصة إحنا منعيش حالة الآن النظام ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم الله يؤخوا الآثار الوضعية لا تفرق تشمل الجميع قدام المهدي صلوات الله عليه موتتان موت أحمر وموت أبيض الموت الأحمر السيف حروب هذه القنابل الذرية المنم هيئيها لقتل البشر إذا قامت حرب عالمية ثالثة شنو يصير هذه القنابل الذرية النووية القنبل الصغيرة اللي ألقوها على هيروشيما قتلت في لحظات أكثر من مئة ألف إنسان ثم بخرتهم انعدموا والقنبل الثانية التي ألقوها قتلت لعله أكثر من سبعين ألف إنسان مئة وسبعين ألف هاي القنابل اللي الآن نمسوها شنو نسوي بالبشرية الموت الأحمر السيف والموت الأبيض الطاعون الأوبئة هاي الأمراض اللي الأنظمة الحديثة ابتعاد البشر عن الله دا يولد الآن كم مليون إنسان مصاب بهذا المرض الخطير نقصل مناعة المكتسبة اللي هو مرض معدي ومثري حتى إلى الأبرياء كم واحد كم مليون إحصائيات إقروها حتى يذهب من كل سبعة خمسة خمسة أسباع البشرية تنتهي على أثر هاي الأنظمة الوضعية وعلى أثر ابتعادهم عن الله سبحانه في دلائل هذا البناء هذا البناء يهدد حياتك المنجي النعماني صفحة 269 عن الإمام الباقر صلوات الله عليه في قوله تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق يعني بذلك خروج المهدي أنه يتبين لهم أنه الحق هو من عند الله عز وجل يراه هذا الخلق لا بد منه لعله معنى هذه الجملة الخلق يشوفون بعد ما عدهم ملجى بعد ما عدهم ملاذ إلا الإمام المهدي هناك بعد الإمام المهدي صلوات الله عليه يأتي كمنجي وكمنق ولا بأس أيضا نقرأ هذا الحديث المذكور في كمال الدين جزء واحد صفحة 318 عن الباقر صلوات الله عليه ثم يضع السيف على عاتقه إشقد الإمام يحار حرب محدودة الحرب المحدودة التي يثيرها ضد الإمام الظالمون ثمانية أشهر فقط ثم بعد ذلك ينتهي كل شيء لعله لأنه الجو العام مهيئ لذلك لا بأس أيضا أن ننقل لكم هذا قبل سنوات اجتاحت موجة من الفيضانات بعض دول أوروبا وقتلت الألوف وشردت الألوف أوروبا لم تشهد مثل هذه الموجة من الفيضانات من مية وخمسين عام إلى هذا اليوم قبل عدة عوام ليش السبب ظلم البشر السبب أن الدولة الفلانية رفضت التوقيع على بند يتعلق بالشركات الكبرى تدرون أن الشركات الكبرى الآن توجه سياسات الدول العظمى الحاكم الشركات الكبرى تحكم وتفرض هذه الشركات ضغطت على الدولة لكي لا توقع هذا البنك وإذا بهذا الخطر العظيم الاحتباس الحراري زاد من درجة الحرارة فأدى إلى زيادة ثوبان الثلوج وغزارة الأمطار فحدثت هذه الفيضانات البشرية سوف يأتي يوم نأمل أن يكون قريبا تشعر أنه لا ملجأ إليها إلا الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجا ولذلك عندما يخرج هذا المنقذ البشرية تقبل عليه المسيحيون يؤمنون به المسلمون يلجأون إليه إحنا أيضا في هذا العهد يمكن أن نسرع هذا النضج وهذا الوعي الآن العالم تحول إلى قرية صغيرة في هذه الغرفة الآن توجد كل الأديان والمبادئ والمذاهر الآن التشيع في كل غرفة يمكن أن يصل فكرة المهدية المنتظر يمكن أن تدخل في كل غرفة مو مثل قبل اللي كانوا يضعون الحدود قبل كانوا يخلون حدود لتروحوا لتتكلموا لتروحوا إلى مجالسهم لتسمعون كلماتهم الآن بعد ما يمكن بعد حدود ما الشاب يدخل في غرفته يغلق الباب ويتمكن يشوف كل شيء في هذا العهد يمكن تسريع دفع البشرية إلى الإيمان بالمهد وانتظار المهد والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى للتعجيل في ظهور المهد وصلى الله على محمد وآله الطاهرين شعرت شعرت شموس الهدي بالكلمات فأنارت الأفهم بالآيات أسنج بنور العلم عقلا نيرا وافتح من الألباب كل جهاتي فالكنز علمك حين تنفقه زكاة والمال لا يزكو بلا نفقات بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضات